خبرنا التالي بيقول قتل امرأة الغرامة بدلا من السجن لمالكة كلب قاتل في النمسا العليا الحقيقة الخبر ده ازعجني جدا تخيل والعقوبة ازعجتني جدا ان في النهاية تكون حياة انسانة تمنها 1800 يورو غرامة الحقيقة رغم الاهتمام بحقوق الانسان وده اللي بيخلي الواحد فعلا حيانا بيبقى متدايق من الخلط في الامور او الكيل بمكالين او ما تعرفش تقول ايه طبعا بالنسبة لهذا الخبر طبعا بالنسبة لهذا الخبر اسرة الفقيدة حصلت على تعويض بقيمة 40 الف يورو اضافة لتكاليف المحامي وهذا التعويض حصلت عليه من خلال من شركة تأمين صاحبة الكلاب بس الفكرة وين استاذ الكريم يعني بصراحة تلاقي واحد ماشي بالطريق واحد او وحدة وحاملك كلب حاملك حيوان وحش وماشي بالطريق فهذا الشيء مرعب يا اخي يعني الشيء مرعب تخيل هذا الوحش ممكن بكل بساطة يفلت من ايد صاحبه خاصة اذا موها تطلع الحماية ما اوش بسموها الماء الكرب اللي هو تكميم الفم ويهجم على اخر ويعضوا ويهشموا ويقتلوا وبالتالي يعني بصراحة فيه هون فيه انفلات بهذا الامر يعني موضوع هذه الحيوانات حتى لو 40 الف يورو هذه الحيوانات بالضبط يعني لسه موضوع تعويض نعم يعني هذه الحيوانات المرعبة بصراحة المرعبة مرعبة يعني خاصة احيان تطلع بالاوبانات يا سيدي الكريم بالمواصلات طب كيف هذا بطلع هو والبشر بنفس الوقت يعني فعلا هذا دليل انه هذا الحكم جمعيات الرفق بالحيوان مؤشر مؤشر على فشل النمسا وفشل جمعيات حقوق الحيوان في التعامل مع هذا النوع من الاختراقات هذا اختراق يا سيدي الكريم هذا اختراق بابد ان يكون ضوابط هناك ضوابط بالضبط يعني يفترض يكون في حكم رادع في حكم رادع لهذه الحالات هذه الحيوانات يفترض اللي بدوا يربيها بالمناطق النائية ويعني وصراحة انا عن نفسي ما بعرف ليش ممكن تربع هذه الوحوش يعني اللي عنده مزارع ماش الحال هذا في عنده مبرر والقاف اما وحوش من هذا النوع البيتبول وهي الحيوانات الرهيلة بصراحة هاي وحوش بيكون عايشين بشأة طب علي اساس يعني بصراحة شو هالمنطق هذا شو هالهذا ففعلا شيء شيء مقرف ترك هذه الحيوانات بهذه الطريقة ويدفع تمنها ويدفع تمنها شخص بريء يعني صراحة